كنا بنتكلم مع حضراتكم في بداية الحلقة عن منظومة النقل الذاكي المتطورة والحضرية واللي بيتم تنفذها في القهراء الكبرى سواء كانت القطر الكهربائي الخفيف أو المونوريل أو التطوير اللي بيحصل في خطوط مترو الأنفاء المختلفة بكل تأكيد عايزين نعرف تفاصيل أكتر عن هذه المشروعات وتأثيرها المباشر كمان على تخفيف التكدس والضغط المروري إيه اللي كان هيحصل مثلاً لو الدولة لم تنفذ هذه المشروعات وده سؤال مهم جداً من راحة في فقرتنا النهاردة بلمهانس أحمد حسن خليل خبير النقل الذاكي والتخطيط العمراني يا بش مهانس صباح الخير يا فهي أهلاً صباح الخير هنبدأ بهذا السؤال ماذا يحدث لو لم تنفذ الدولة هذه المشروعات؟ طيب في الأول بسم الله الرحمن الرحيم لازم نعرف الأول المشروعات دي كانت موجودة عندنا في الدراسات ومفروض تتعمل قبل المواعيد اللي احنا عملناها دي وإيه لو ما تعملتش يبقى رقم واحد المشروعات دي كانت موجودة تخطيطها موجود ولا لا وكان موجود أمتى؟ المشروعات دي كلها كانت موجودة وتخطيطها كامل من كل خبراء النقل ومن كل الدراسات اللي اتعاملت من 2002 لغاية 2007 كان مفروض كل المشروعات اللي بتتعمل دراسة تكون انتهت من تنفذها 2007-2010 حتى المرتبطة بالمدن الجديدة؟ حتى بالعكس ده هي المرتبطة بالمدن الجديدة كانت مع الدراسة إنشاء المدن الجديدة يعني الدراسة في 2002 اتقال إن الحيز العمراني في مصر هو على 7%-8% لازم يزيد لغاية 11% فتنشأ مدن عمرانية جديدة فتربطيها بوسائل النقل بالزبط كده كل الدراسات دي اتنشأت المدن الجديدة ولم تنشأ وسائل النقل الحديثة إليها عشان كده التنمية فيها حصلها بطء شديد زي مدينة العاشر كانت؟ زي مدينة العاشر زي العبور شروق من يقول بدر التنقل إليها كأن حضراك راح مسافر عايز تروح للإسماعيلية والسويسة في حين النهاية 30-40 كيلو من قلب القاهرة فكل المشروعات دي تخططها كان موجود وكان مفروض يتنفذ من 2007-2010 ولكن لم ينفذ عدم تنفيذه كان سببه إيه؟ زحام شديد المواطن مش عارف يتحرك يروح لغاية أعماله وييجي كل الأسعار بتاعة المنتجات الغذائية وكل الأسعار سعر نقل السلعة نفسه كان زيادة بجانب أن التكلفة من 2007 لغاية 2010 كانت تكلفة ولما بدأت تتنفذ المشروعات دي من 2014 لغاية النهاردة دي كانت تكلفة تاني فاللي حصل النهاردة من مشروعات نقل بعد ما تنفذته بعد ما شافت الناس المشروعات دي تنفذته بدأت تجني سمار تنفذها كان مفروض كل الحاجات دي كانت تحس بيها إمتى؟ من 2007 لغاية 2010 طيب المشروعات الكتير اللي احنا دلوقتي بصدادها المترو القطر الكهربائي اللي بعض منها تنفذ والبعض منها في مراحل التطوير المختلفة المشروعات دي إزاي هتشكل فرق؟ مش إنها طبعا بس توصلنا بالمدن الجيدة لكن إزاي هتشكل فرق في القاهرة الكبرى نفسها اللي فعلا زحمة وفيها تكدس عيلي؟ طيب هقول لحضراتك حاجة نرجع تاني برضو لنفس الدرسات اللي تمت من 2002 ل2007 الدرسات دي كانت عاملة تقدير نحنا لو ما كناش خلصنا المشروعات دي قبل 2014-2020 كانت السرعة داخل القاهرة الكبرى عشان تروحي لمناطق الحكم أو حي الوزرات اللي هي وسط البلد اللي هي المنطقة اللي احنا عاديين فيها كانت توصل من 7 كيلو في الساعة لسفر يعني كنا هنبدأ 2013-2014 7 كيلو بعد كده 5 كيلو بعد كده 4 كيلو بعد كده باركنج تام أو جراش تام لكل الطرق الزحام كامل مروري فده كان اللي هيحصل لما تمت المشروعات دي وتمت عن طريق ان احنا عملنا يعني الخبرى عملوا كذا محور في دراستهم اول حاجة نقل مراكز الحكم نقل الحي الحكومي نقل منطقة الوزرات كلام ده برضو ارجع اقول تاني فيش دراسة ما فيش مشروع من اللي اتعمل لو جينا سردنا المشاريع الكتيرة خلاص فيش مشروع ما كانش اللي يدراسه حي الحكومي كان دراسته موجودة انه هو يتنقل من 2002 لما كان هيتنقل خلاص كان هيتنقل ليه عشان اوفر مشروعات نقل فوق ال 50-60 مليون دولار فوق كانوا يتنفزوا عشان اسهل حركة المواطن انه هو يروح لمنطقة الحكومية فالمشروعات دي لما ما تنفزتش او اتأخرت بدأنا ننقل الحي الحكومي وبدأنا ننقل بدأنا ننفذ المشروعات اللي تخدم الحي الحكومي في المكان الحالي دلوقتي اللي هو في العاصمة الادارية الجديدة منظومة النقل كلها تكملت ما بين التخطيط العمراني اللي تم في المدن الجديدة ما بين احتياج المواطن للتنقل عايز برضو اضيف حاجة هنا مهمة يمكن كل الخبرة شاهدوها كل المدن اللي بتعمل مدن جديدة كل الدول وكل خبراء التخطيط عندهم فلسفة ان لما تيجي تعملوا مدن جديدة تبدأ يتنقلي المواطن للمدينة الجديدة ما تعملش مشروعات دخلية في المنطقة القديمة عشان يعني زي ما يقوله ايه الفلسفة ان انت تصعب عليهم العيشة جوه القاهرة او جوه المدينة اللي انت نقلتها عشان هو الواحده يبدأ يهاجر ويطلع للمدن الجديدة مصر في اللي حصل العكس تماما اللي اتنين تموا على التوالي مدن جديدة انشأت مشروعات جديدة للمدن الجديدة تطوير داخل القاهرة الكبرى وداخل عواصم المحافظات بالكامل مشروع حياة كريمة يعني التطوير اللي حصل في وسائل النقل وفي التخطيط العمراني تم على محورين محور ان انا بفتح مدن جديدة وبسهل المواصلات اليها والوصول اليها ونفس الوقت بعمل المشروعات اللي داخل المدينة اللي بتخفف وبتسهل الحياة على المواطن جوه المدينة طبعا هل الابعاد التنموية اللي بتحدد نختار المحطات اللي هيكون فيها مثلا وليكن القطار الكهربائي اللي هو الال ارتي ده طبعا يعني حضراك لما تيجي طبعا اول دراسة بتتعامل دراسة النقل خلاص هي اللي بتحدد مكان تواجد المحطة تنقل ما بين المواطن والتنقل الصبح والتنقل بالليل والتنقل للعمل والتنقل للتسوق كل الكلام ده كل الدراسة تنقل بتتعامل كاملا الاول هي اللي بتحدد المناطق اللي تحط فيها مكان المحطة يعني لغاية عشرين متر وبعد كده والاغبال عليها انا بقول لحضرتك تعالى كده نقول برضو انا يمكن قلتها قبل كده وبقولها تاني مشروع القطار الكهربائي ده مشروع من سنة التسعين دراسته منتهية انا في كلية هندسة ده كان مشروع تخروجي انا بقولها عشان نعرف احنا تأخرنا قد ايه كان بالتوازي اليه انشاء المدن العمرانية الجديدة عبور شروق مدينة بدر العاشم من رمضان لو كانوا الاتنين انشاءوا مع بعض كانت نسبة تواجد السكان في المدن دي وصلنا للتشبع مية في المية ده كان معناها ايه ما كانش بقى فيه بنى في الاراضي الزراعية ده كان معناها ايه ما فيش تكاملس امور مرتبطة بعضها كلها امور متكاملة اتأخرنا في الملف ده في الفترة دي المدن بقت مهجورة لغاية ما بدأت المشروعات النقلة توصل لها فهي طبعا كل الدراسات بما فيها دراسات المترو دراسات القطار السريع هو الاحتياج هو احتياج تنقل السكان والتنمية عليه ايه اهمية ان يكون فيه انواع مختلفة من المواصلات بيتم العمل عليها بالتوازي يعني الناس بتقول طب احنا عندنا المترو ليه بنعمل المونوريل او ليه بنعمل فيه قطر كهربائي ممكن يكون فيه بدايل تانية فيه وسائل النقل العادية اللي هي الاوتوبيسات والميكروباسات فكرة ان ده كله يكون معمول بالتوازي ايه فايدته ايه اهمية سؤال رائع لسه حضراتك بتقولي على دراسات النقل تمام زي ما قلنا دراسات النقل اللي بتحدد تنقل المواطن خلاص فهو المواطن هيتنقل قد ايه امتى يعني هي الموضوع بكل بساطة لو هو المواطن محتاج يتنقل ويركب الوصيلة دي خلاص من مية لتلتميت متر هنعمل له اوتوبيس او طراب لو كان ثابت لو كان المواطن ده بتنقل من تمنمية لكيلو هنعمل له مترو بس يبقى عدده كتير يعني برضو انا عندي الاوتوبيس نرجع تاني الاوتوبيس هو من مية لتلتميت متر محطاته المتفرقة وهو نفسه المسار ده ياخد من خمس لسبع تلاف راكب للساعة هنعمل له اوتوبيس لو لغاية كيلو عشان كده هتلاقي محطات المترو هتلاقي من تمنمية لكيلو لكيلو ربا ولكن هي بتحتاج حركة جديدة جدا احنا بنوصل لغاية خمسين ستين الف راكب ساعة في الاتجاه الواحد هنعمل له مترو طب لو كان لا عشرين تلاتين الف كيلو خلاص ولكن المسافة كبيرة هنعمل له قطار خفيف عشان كده تلاقي عبور بدر ربعة كيلو طب معلش في النقطة دي برضو الناس بتقول طب ما احنا ممكن نزود معدل التقاطر شوي المواطن ما يستناش هيروح يركب مكروباس معه برضو انت بتاخد فلسفة المواطن وهو واقف خلاص لو المواطن خط نفسك مكان بالزبط هو هي الدراسة الاجتماعية اللي بتاع هي على سلوك المواطن خلاص هو تجمع الناس دي يقدر يقعد من سبع لعشر دقايق عشان يروح العاصمة في قطار الكهربائي طب هتقول له خلاها نص ساعة هنوصل لإيه هنوصل للقطر اللي هو كل خمسين ستين كيلو خلاص ومن ألفين لأربع تلاف راكب في الساعة ده هنعمل له قطر طب مواعيد بقى محددة كل ساعتين تلاتة وربعمائة خمسمائة كيلو هنعمل القطار السريع يعني هي الموضوع كلها الدراسة نفسها والإحتياجات بتاعة المنطقة ده توصل لحضرتك خمستاشر ألف راكب ساعة وناس كتيرة ولازم توصلهم بسرعة هتعمل البيئة أرتيف الدائري اللي تبيس السريع الترددي خلاص اللي هتلاقي محطاته كل سبعين كل متين تلتمية متر بس انت عايز تزود الحركة ده اللي عدديري اللي عدديري ففصلته اللي عدديري والمرحلة اللي بعد كده هيبقى على كورنيش اسكندرية بعد كده هيبقى رابط ما بين المدن في اكتوبر ولكن هي في الآخر هو المواطن سلوك المواطن نوعية المواطن قدرة المواطن على الدفع الفلوس باحتياجه العربيته أو لا لا يعني كل المنظومة دي بتتحط في مصفوفة يطلع منها أنسب وسيلة وأنسب مصار واماكن المحطات إزاي بنعمل الموازنة خاصة في سعر بقى المواصلة الناس كتير بتقول مها الميكروباس أرخص إزاي بيحصل نوع من أنواع الموازنة أو يتحدد إزاي التكلفة الخاصة بطريقة النقل والمواصلة هقول لحضرتك مشروعات النقل عامة هي مش مشروعات معمرها ما تبقى في أي دولة من العالم هي مشروعات ربحية الراجل اللي بيجيب ميكروباس بيكسب من الميكروباس ولكن الراجل اللي بيجيب ميكروباس بيزود على البلد عبء للزحام المروري اللي جوه للطريق الراجل اللي راكب ميكروباس بالانبعثات الكربونية بتاعته خلاص كتيرة الوسيلة دي ما تنفعش دولة تستثمر فيها زي في المترو ولكن هي الدولة بتكسب حاجة تانية يعني إحنا عندنا لما بنيجي نعمل الدراسات في جدوة مالية وفي جدوة اقتصادية الجدوة الاقتصادية لو خدنا مترو الأنفاء المرحلة الأولى ما بين المرجة ما بين حلوان خلاص حضرتك ده بيشيل اتنين مليون راكب في اليوم خلاص أكثر خطوط ازدحاما اتنين مليون راكب حضرتك تخيالي لقدر الله لو عتل ساعتين الناس زولت بقى لو نزلوا للشارع قاهرة قفلت هي الدولة بقى بتستثمر في هذا الموضوع إن المواطن ما ياخدش عربيته فيقل سهلاك وقود ده ليه تكلفة المواطن لما يوصل شغله ويعرف يشتغل بدون عبء ده ليه تكلفة فهي مكسبها هنا مش جدوة مالية ولكن هي جدوة اقتصادية كربون سانيك سيدة كربون قلب ده ليه تكلفة ولما يحسبها كمان زي محضرتك بتقول كده مسألة العربية وتشغيل العربية بنزين والصيانات والكلام ده هي لأن المترو أرخاصه يعني ليه لنا واحد زملنا هنا في التلفزيون بيجي من مدينة نصر قال أنا بقى لي فترة بطلق تاجي بالعربية بقى ترك العربية عند محطة المترو جنب البيت بمفيش يعني قول خمس دقائق مثلا واخد المترو واجي عند مسبيره هنا أنزل خلص الشغل وارجع تاري بنفس الطريق شوف راحة وفرق فلوسة دي وعايز برضا أقول حاجة تانية في المدن بقى الجديدة لما بعمل وسيلة نقل حضارية زي البتدأ أسعار الأراضي اللي بتنعكس على الدولة ما هي بتزيد المونريل وهو رايح لغاية العاصمة أول كل ما هو على جانبي المونريل أسعاره نفسها زادت خلاص بعكس نهاية لو ما فيش لو الوسيلة دي مش موجودة لسعار مش هتبقى يعني في الآخر هي عوائد اقتصادية أهمها اقتصادية ولكن هل في مشروع نقدر نجيب مترو كده في العالم كله جي مستثمر قاله نعمله كله إنشاء وتشغيل وأنا هكسب منه مش ممكن طيب زي الدولة دلوقتي كمان بتحافظ على الشروط الخاصة بالبيئة خاصة مع مشاكل تغير المناخ وسعي مصر استخدام التاقة النظيفة وإن وسائل المواصلات كمان تكون مناسبة مع الاشتراطات البيئية إزاي ده بيتم في وسائل النقل الجديدة اللي موجودة عمتان لو حضراك بصيت على كل مشروعات الدولة الجديدة كلها بالجر لإيه؟ كهربائي الكهربائي ده الوحده خلاص يعني الطاقة النظيفة خلاص القطار السريع كان ممكن يبقى تكلفته أقل شوية خلاص لو كانت عمل ديزل آه مش عارف أوصل للسرعات الـ 230 و300 خلاص ولكن كانت هتبقى ديزل كانت هتضر البيئة فكل مشروعات النقل المترو خلاص كلها جروا كهربائي من سنة 83 فهو ده الاتجاه على والنهاردة لو تكلمنا على وسائل النقل كمان اللي أصغر من كده كلنا شايفين كل محطات الوقود اللي موجودة في مصر دولتي بها فيها أماكن لشحن العربيات بالكهرباء مستوى العربيات لو كلنا بصينا على كل أماكن الانتظار هتلاقي حضرك إحنا بدأنا نزيد في العربيات الكهربائية بنسبة ملحوظة فعلى ما أظن استخدام الكهرباء والتوسع فيها هو ده أكتر حاجة تدينا تنمية مستدامة وتدينا تنمية طبقا لمتطلبات البيئة العالمية خلال الكام سنة اللي فاتوا عدد السكان زاد بطريقة كبيرة جدا مع الزيادة السكانية لو المشروعات لي ما كانتش تنفزت كان إيه لا يحصل أنا بقول لحضرتك لو كنا بنتكلم على مشروع بسيط خالص انت قلت الخط الأولاني طالب الخط الأولاني هو كان شغال لا توسيع الطريق صلاح سالم كام كبرى اللي اتعاملوا ما بين صلاح سالم عشان يبدأ ياخد الناس ويتلحهم على ده لو ما تمش خلاص حضراك الرحلة البسيطة من الكلية الحربية لغاية ما سبيره خلاص كانت بتقعد في ساعتين لو النهاردة بقى مع زيادة عدد العربيات وزيادة السكان وما كانتش التوسعة ده يعني يمكن يكون أصغر تكلفة مشروع تمت في كل الفترة اللي فاتت ولكن هل كنا نقدر نعيش من غيره طب الدائرة الأوسطي والدائرة الأقليمي يعني دائرة طب محور جهان السادات لا ما فيش تخيل هي النقطة التانية لو ما كانتش فعلا اتعملت ودخلنا في الظروف اللي احنا فيها داية من حرب أوكرانيا من الكورونا وحصلت فيها مشاكل اقتصادية بقى عندك مشاكل اقتصادية وبقى عند حضرتك كمان بعد المشاكل الاقتصادية خنقى عند الناس مش قادرة تتحرك ومش قادرة تعمل فالتنين ساعتها دي كانت تتبقى المشكلة الحقيقة نعم في نهاية بنشكر حقيقة شكرا جزيلا المهندس أحمد حسن خليل خبير النقل الذكي والتخطيط العمراني شكرا على تشريفك لنا في صباح الخارج شكرا على تشريفك لنا شكرا على تشريفك لنا شكرا على تشريفك لنا